أمر كان صادم بالنسبة لكثيرين في تركيا متعلق ببلدية مارسين التابعة لحزب الجهبية أو حزب الشعب الجمهوري حيث قامت البلدية بافتتاح مدجر لبيع وتناول الخمور على ساحل البحر في واحدة من أولى إجراءاتها بعد الفوز بالانتخابات المحلية مؤخرا والمصير للغضب هنا بأن البلدية ومدجرها هذا الذي يقوم ببيع الخمور يقوم ببيعها للشبان والشبات من طلبة الجامعات البعض يرى بأن هذا الأمر يمثل خطورة شديدة للغاية على فئة الشباب وأن هناك محاولة لنشر قيم غربية بعيدة كل البعد عن القيم الإسلامية التي يتمسك بها معظم أبناء الدولة التركية نعم هناك فئة لديهم ثقافة مختلفة عن الثقافة الإسلامية ولديهم نمط حياة قريب من نمط الحياة بالنسبة للشعوب الدول الأوروبية لكن أغلب الشعب التركي محب للهوية الإسلامية يرى بأنه مع الأسف الشديد هناك محاولات لجر الشباب لحالة من حالات انعدام الهوية الإسلامية لكن إن شاء الله الشعب التركي لديه حالة من حالات الوعي ولديه أيضا حرص شديد على التمسك بهذه الهوية وصلت مع حضراتكم مشاهدين الكرام لختم حلقة ليلى من برنامج رأيي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة